بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل مع الحصة الأخيرة من مقرر ميكانيكا المواعع الثنين الحصة الأخيرة من الدرس الثاني Internal Uncompressible Viscous Flow كنا قد بدأنا المرة الماضية حل المسألة اللي يعني فيها شيء جديد اللي هو أن الوالدز كانوا بروز ميديا أو بروز والدز وهذا يسمح بتدفق أو انسياب الماء أو انسياب الماء عن طريق Direction Y كنا قد وصلنا في المرة الماضية إلى إيجاد المعادلة اللي مكتوبة أمامنا هي المعادلة رقم ثلاثة اللي هي بستعمال نفي Stokes Equation رح نعوض هنا V على New بقيمتها ألفة مجرد فقط علينا أن نحسب بسهولة تم ثم Equation 3 is a second order equation in New with respect to Y Therefore we require two boundary conditions زي العادل boundary condition one At Y تسوي 0 U تسوي 0 No sleep boundary condition Boundary condition الثانية At Y تسوي H U تسوي capital U No sleep boundary condition لماذا؟ لأنه هنا كان الوال اللي فوق يتحرك بسرعة U أو capital U استعمال المعادلة رقم ثلاثة المعادلة رقم ثلاثة اللي نشوفها الحين فعندي derivation square dU على dY square تسوي alpha dU على dY استعمال الرياضيات first integration تصبح dU على dY تسوي exponential alpha y plus a وهذه هي المعادلة رقم أربعة second integration U تسوي واحد على alpha exponential alpha y plus a على b بالطبع هنا A والB هما two constant كيف نستخرج قيمة A and B لو استعملت boundary condition one رح نتحصل على المعادلة الأولى يعني نعود ال-Y بسفر ونعرف إنه ال-U تسوي سفر فإذن ال-U تسوي سفر ال-Y هذه تسوي سفر فتقعد لي واحد على alpha exponential A plus B تسوي سفر boundary condition الثانية ال-Y تسوي كم؟ تسوي H فإذن عوضنا ال-Y هنا بال-H وقلنا إنه ال-U تسوي capital U فلقنا المعادلة السادسة والسابعة اللي هما موجودين هنا سنحاول المعادلتين هذهم مع مجهولين اللي هما A و B عشان نستخرج قيمة A و B فرح نتحصل الأولى exponential A تسوي alpha U على exponential alpha H-1 ال-B نستخرجها من نفس المعادلة واحد على alpha exponential A ما ننسى minus تسوي minus U exponential alpha H-1 تعويض ال-A and B يعني قيمة ال-A عند قيمة ال-B في المعادلة حقتنا رح نتحصل على profile velocity اللي هو القيمة هذه طويلة يتم اختزالها فالقيمة هذه 1- exponential alpha Y على 1 exponential alpha H كل ضرب capital U فهنا نعرف أنه الألفة زي ما سميناها تسمى A تسمى V على N عوضناها بقيمتها V على N عشان نلقى المعادلة رقم ثمانية وهي المعادلة الأخيرة استعمال المعادلة رقم ثمانية عشان نستعمل velocity profile فهنا رح ندرس ايش small v يعني ايش لو في تدفق ضعيف للماء على اتجاه ال-Y استعمال هنا ايش Tyler Serious وهذه درسناها في الرياضيات exponential V Y على N تساوي 1 plus 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 إلى نهاية وأيضا exponential V H على N تساوي 1 plus V H على N plus تربيع وإلى غير ذلك لو قلنا انه small v فهذا يعني ايش نقدر نهمل terms اللي فهم power يعني فهم تربيع وتكاييب إلى أعلى من ذلك فرح نتحصل على U تساوي ايش لو رجعنا للمعادلة هذه رح نهمل هذوم الكل وما تبعهم بعدين فيبقى لي واحد ناقص واحد سفر واحد ناقص واحد سفر تقعد لي VY على N على VH على N VY على N على VH على N والطبع هذا كله ذار U فتصبح لنديزة أخيرا Y على H على U هنا هل ممكن أنه Velocity Profile يمكن تخيلها نلاحظ أنه هنا هل هي Linear Parabolic تذكرني بشيء معين درسناه قبل نترك لكم المجال هنا تفكروا في الأمر هذا الجزء الثاني باستعمال نفس المعادلة اللي هي المعادلة رقم 8 لكن هنا رح نعتبر أن VH على NU هي قيمة كبيرة VH على NU قيمة كبيرة يعني Exponential VH على NU بالطبع تذهب إلى ما إلى النهاية Infinity Therefore Divide Question 8 by Exponential VH على NU We then get يعني قسمت على إيش قسمت الكل على VH Exponential VH على NU نلقى القيمة اللي نشوفها أو المعادلة اللي نشوفها أمامي هنا ضرورت لي هنا الماينوس الماينوس من تحت ليش لأني قسمت على Exponential VH على NU فfor VH على NU Exponential VH على NU تذهب إلى إيش إلى السفر لأن هذه VH على NU تذهب إلى نهاية بالموجب بالماينوس ما للنهاية بالموجب فإذا Exponential VH على NU تذهب إلى السفر Therefore إيش نقدر نقول على المعادلة اللي هنا قبل ما تظهر لي هنا على سلايت نقدر نقول إنه هذه تساوي سفر وهذه تساوي سفر وإيش نتحصل نتحصل على جاي ما قلنا Minus Exponential VY على NU Exponential VH على NU على Minus 1 بالطبع ما ننسى هنا إيش ما ننسى اليو بعدين إيش بقي لي هنا U تساوي Capital U Exponential VH على Minus Y على NU ظهرت هنا الماينوس اللي هي هذه فإذا هنا لو حديث بالماينوس تظهر لي القيمة حقتها ماينوس أخرى حتى نتعدلها تصبح بالموجب فهنا نكون تقريباً يعني خلصت كل شيء خلصت المسألة هذه وإن شاء الله يكون الشرح واضح إن شاء الله يعني نبدأ الحصة القادمة الشفرر رقم 3 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً للمشاهدة